السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين اليوم ان شاء الله سوف نقترح عليكم جوج واجبات للغداء صيفيين بامتياز ولدادين نشارك معكم صينيات البطاطس في الفرن سردين بدون قليل تيجي لديد لديد بزاف ما تشبعوش منه وأهم حاجة في جوج وصفات هو أنهم ساهلين تتوجدهم في واحد الوقت تخصير ومغديين تقدروا تناولوهم بلا خبز فإذا أعجبكم الفيديو حبيبتي لا تنسونيش من اللايكات ديالكم وعلى بركتي الله ندزوا مباشرة طريقة تحضير ونبدأ بأول وصفة وهي صينيات البطاطس في الفرن نحتاج هنا صدر ديالتجاج مكمول تقدروا تصدر ديالتجاج على حسب الإمكانيات ديالكم كنقطع شرائح كما كتشوفوا رقاق واحد شوية من بعد نضيف عليه صلصة حارة وهي اختيارية نضيف الملح كبقى دائما على حسب الضوغ قليل من الفلفل الأسود قليل من بودرة البصل والقليل من بودرة التوم نضيف هنا واحد الكمية ديال زيت الزيت اللي كتبقى على حسب الضوغ ونخلط مزيان هاد الشرائح ديالتجاج كما كشتوه راني قطعتهم مرقاقين واحد شوية قطعتهم على شكل طولي من بعد غد نخلي هاد القطع ديالتجاج علاجين بعلما كيتشربوا ذلك تسبيلة وغد ناخد هنا ربعه ديال حبة ديالتجاج كما شتوره هم متوسطين في الحجم وحبة ديالتجاج كبيرة واحد شوية وغد هنا نقطع هاد البطاطا بالنسبة للبطاطا كنقطعها بهات الشكل هادا كما كتشوفه في الصور يعني ما كتكونش غليضة وما كتكونش رقيقها كيكون يعني السمك ديالها متوسط وحاولوا ما امكان يعني نختاروا البطاطا تيكونوا نفس القياس وتقطعوهم نفس السمك باش كيطلبوا فقط واحد وما تغلدوش البطاطا وما ترققوهاش بزيفش ما تتهرس لكمش في الطياب غناخد الحبة ديالتجاج كنقطعها كما كتشوفو على شكل يعني كنقصم بصلاع لها جوج وعاد كنقطعها شرائح بالنسبة لهاد البطاطا ضروري نغسلوها من ذاك النشالي فيها ونضيروها كتسقطر ومن بعد ما كتسقطر غنضيرها هنا في واحد جبانة وغنضيف لها قليل مزعتر كنحكو غيمة من يدي باش كيبقى باين وغنضيف الفلفل الاسواد وقامض بودرة الباصل وقدرة الطم وصلصة الحرى اللي يتبقى اختيارية وغنضيف الاكمية لذايزيز الزيتون التبقى على حسب الدق والحصالي نحن لكم ك determinate الطريخ المنصبع اختياري يطور burn والفران يدهنون بشوار شاورمار شوارا الزبدة تقريبا الزبدة تستفر البطاطا في الصورة على شكل دائري تقدموها مباشرة تقدموها الوجبة نضيفها نضيفها ونستفعها فوق البطاطا نضيف الشرائح ونستفعها على شكل طولي ونستفع الوسط تصدر الججج لان الججج طبق لديهم ان يقضع الججج تقدم شرائح وعلى بسبقه كما ستقوم بل تتبلات نضيفها 9 ترين نضيفها 5 تحوذف مباشرة نضيفها نضيفها د saudا ثم نضيف مرقه صغيره نضيف مالطفل أسود ثم نضيف كيس الخميره نضيف بدريه سوف نضع الخليط بالكريمة الخاصة للطبخ سوف نضع الخليط بفوق البطاطا والتجاج constraints بالطبخ وسوف نضع خليطي بفورن نضع الخليط بفورن سوف نضع الضف مفورن نتطلب البطاطا من البطاطا من تحت وفق نتشغل الفرن الغازي نتشغل فرن الغازي ونقوم بتحمر مع الجناب ونقوم بتحمر يتحمر فرن يتصدع لكي يكون طائب لنقوم بتنظيف تطلق الماء بعد طلب البطاطا نتشغل اضافة اختيارية اضافة اختيارية في نقطة هذه المنطقة نجد واحد صلطة سهلة و بسيطة هنا نوع الخيار و شعر الكوّر فيولي فلفلا صغيرة مقطعة نصف مصلاح مقطعة حرقاقين ملح زيت نباتية وقليل من الخلاء ونخلط ضيقة سلطة سهلة ومغدية في نفس الوقت ندير السلطة في طبق كبير باش كل واحد كيهز القياس دياله اللي يناسبه يقضي أكله بالنسبة للقراطان هذا هو الشكل لهم يجي رائع شيء يجي مختلف تماما على القراطان حتى من ناحية الصحية لأنه لا يوجد زيت لا يوجد توابيل ساعد المغانا يكون طايب تستفول بطاطا تستفول بسلاو وتغطيوا عليه ودخلوا الفران حتى تريد تساعد المغانا اللي غدا بالنسبة للشليدة كما اشترها بسيطة وشي شي حاجة كتير لا يوجد تساعد المغانا نتمنع هذا الوجبات كما اشترها صيفيين وسهلين مغديين قدرتهم نزولا عن طلب السيدة تطلبوا مني وصفات في الفرن قلية زيت لا تريد شي حاجة في المرقاة شي حاجة هكذا يريدون الصغار بالخصص كنحير وشي نعطيوهم وفيهم البطيطة اللي هي مع شوقة الجامع كيف يريدون كيف يريدون الكبار والصغار نتمنى هذا القتراح هذا يكون يعجبكم وتجربوه بالنسبة لك الخالات ديال البيض والجبن هدا كلا بغيتو تعودوه بالكريمة الخاصة بالطبخ كيكون احسن لان الوصفة الاصلية في هالكريمة ديال الطبخ غيحنا باش كننقصوشي شوية يعني ما كتكونش الوصفة ما كتتطعشي لنا غالية نديرو الياغورت والجبن ما هي المادقة ديالها بالكريمة ديال الطبخ كيكون احسن وحتى هكو تجيزوينه غير ما كتكونش موكلفة وصافي انتمنا هاد الاقتراح يعجبكم وغدوزو دابا الاقتراح اخر غنحتاج لهاد الوجبة او هاد الاقتراح الثاني عندي هنا تقريبا كيلو ديال السردين بعد ما هي تلودك الشوك يكون فيه في الوسط غناخد واحد جبانة وغنوضع فيها شوية ديال القصبور والمعدنس القصبور غالب على الكيمية القصبور كتر من المعدنس معدنس غير شوية لا زيل من السردين طشونين مزيان ثم نضيف واحد جوج معلقة صغيرة ثم نضيف واحد جوج معلقة كبار ديال العصير ديال الحمد نضيف هنا واحد جوج معلقة كبار ديال الزيت عندي هنا هنا الزيت كانوا مرقدين فيها المزاود الحارين الفلفل الحارة فكانضيره في الحوت يعني ما كان رميج ديال الزيت كانت خليك من فشرف شرمولة الهوت نضيف تقريبا نوح جوج مع القاونس ديال التحميره نضيف ملحة لأن الحامض كان عندكم صير كتكون فيه الملحة نضيف القامول مع القاونس ديال قليل ملفلفل أسود وتقريبا واحد جوج مع القكبار ديال الماغي باش نخلط هاد الشرمولي هادي إلا بغيتوا تديروا كل شي في الميكسور يعني الرباع في الميكسور والحامض كل شي والطحنو كل شي كيبقى لكم اختيار انا طحنت الرباع بوحده وعد اضفت عليهم التومة والباقي ديال يعني العطرية وغناخد هاد الشرمولي هادي غادي مدى يعني كندير الشرمولي في السردين وكنديروا حدا فوق وحده يعني كل حدا كندير الشرمولي وكننغطي عليها بالاخرى حاولوا ما امكان تديروا الشرمولي دائما تكون كثيرة هكا باش كيجيكم السردين معمر بالشرمولي من الداخل متى يجيش غين حوت بوحده تونيز كيبقى في الفران ارطب وإلا تغيي شوية الشرمولي راكي يبس هو في الفران هكا باش كيجيكم رطب وكيجي بنين يعني في المادق زوين بإمكانكم هاد الشردين هاكا قد تستفوف واحد الصينية اللي كديروا فيها لاصوس ديال الماتيشا يعني كديروا واحد لاصوس وكتستفوفوا منها السردين وتغطي ودخلوا الفران كيجي بنين بيزاف كيجي عجيب بعد ما تنسالي هاد السردين كلو غادي ناخد صينية ديال الفرن كندير فيها تقريبا واحد لمعالقة كبيرة عمرها مزيان بزايد الزيتون وكندهن ذاك الوراق ديال الطبخ وغادي نبدأ ندوز هاد السردين فلاشا بلوغ وغادي نستفوفوا في الصينية وغادي نستفوفوا في الصينية ديال الفرن وغادي ندخل دبا هاد السردين وغادي ندخل دبا هاد السردين تنشال عليها النار من الفوق ومن تحت بحالك الشكل كيتشوها يعني دغيا كيطبرا ما كياخدش وقت كتيري وما تغفلوش عليها عوثني في الفرن حتى يطب بزاف ويبسوا ما يجيكم فيه تمادق يعني خلي وشي شوية هكا رطي طب وقابله هاد يدخلو الفرن تضعو ليه البال وصافي في فضل وقيتها هادي اللي كيكون سردين فلفرن غنجوز نحضر معاكم واحد زعلوك اكس بريس وكيجيب بنين بزاف ناخد هنا واحد المقلاة وكنقطع فيها هنا نقطع تلسة ديال الدنجالات صغارين الدنجال ما قشرتوش كله يعني قشرت شوية وخليت شوية عمي كنقشيش القشرة كاملة نخلي واحد شوية ديال القشرة في الدنجال كنقطعوه رقي واقع نضيف لوح الكمية ديال زيت الزيتون كتبقى على حسب الضق والميلح ضروري دلو الملحة في اللفول وكننغطع لي يعني كان بعد ما كان خلط مزيان الدنجال مع زيت والملحة كنغطعوه وكنخليه يعراق ويبشي دبال وينزل كيفاش يعني كمقاو كنحركو كنحركو هدنجال تك نحسو به نزل ونقص الحجم دياله من بعد غدا نضيف جوج حبات ديال اماطايشا محكوكين وغنضيف هنا تقريبا واحدا معرقة صغيرة ديال تومة وغدا نضيف كذلك شوية ديال القصبور والمعدنوس مقطعين القاقين يعني ذيك القصبور والمعدنوس اللي بقاليم الشرمولة ديال الحوت تتخديس منه تقريبا واحدا معرقة كبيرة نضيف الكامون والتحميرة نضيف الملحة وغدا نضيف واحد الحبات ديال مزاودة بقطعها رقيقة اخذ ديال مزاودة لفلال حرار رقيقة قطعتها رقيقة وغدا نضيفها لما تيبغيش الحرار فغاية ما غاية ضيفها او ضيفوض انطريف ديال الفلفل الخضراء كقطعه رقيق باش يعطيكم اللون زوين والمطاق زوين وكتشحره مزيان هدنجال حتى كي نشف مزيان وكتشف مزيان وكتشف بديك مطاشا ورباع طابو بالنسبة لهدنجال يعني ما تحاولوش مع كوه بززاف خليوه باين واحد شوية باش كي يجيكم المنيضر ديالو زوين نحن نحضر معكم واحد شليده اللي سهلة لدينا شوية دير روز مسلوق مع جوج حبدي الخزو مسلوقين مع الملحة وديرانهم واحد للمعلقة كبيرة لزيت النباتية نضيف تقريبا نحن نشوج مع الككبار ديال الضراء وطون ديال الزيت نضيف تقريبا نحن نشوج مع الككبار ديال المايونيز شليده اللي سهلة بالنسبة لمايونيز راني يراها فيها الفلفل أسود فيها بودرات تاو و بودرات بصر نفع دكشيش ما تفطل بزار الأولو ثم نضعها في طبق التقديم نضع كل طبق تقديم بسيط و سهل يكون مره مره في التقديم يكون احسن مره يدروا طبق كبير و مره يدروا كل طبق تقديم كما تشوفو زعلوك ما فيه لا يدام لولوت يجي رائع والديد بالنسبة للسردين ما فيه لا يدام لا زيت لتشي حاجة احسن بكثير متقلي و في الزيت نصحكم تجربوا السردين هاكا كيجي برين و كيجي في الشرمولة الداخل و كيعجب الوليدات الصغر يعني بالاخص در الصغر كيحمقوا على السردين هاكا بها الطريقة هادي هاتا أطباق هادو تاكلوهم بلا خبز يعني صحيين و من نسبة الناس اللي كيبغوا يديروا الرجيم ميبغواش يستهلكوا الخبز بزاف هادو أنسب أطباق بنسبة السيدات العاملات هادو يصلاحوا لكم دهم معكم الخدمة او الدرار الصغر اللي كيتغدوا في المدرسة نتمنى هادو الاقتراحات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم و تجربوهم درتهم نزولا عن طالب ديالكم لان لقيتكم كيعجبوكم هادو الوصفات يعني الصيفية اللي ما فيها لمرقى يعني سهلة في التحضير لقيتها كتنال الاعجاب ديالكم فاشدك الشي افدك الشي علش شاركتها معاكم مرة أخرى لان بزاف المتتبعات تطلبوا مني هادو الوصفات هادو خصوصا سيدات العاملات وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى الاقتراحات بجوج ديال الغضاء بنسبة القراطان ديال البطاطا او السردين في الفراني نالوا الاعجاب ديالكم ويكونوا هادو الأطباق عجبوكم و تجربوهم لوليداتكم شكرا لحسن المتابعة ديالكم و شكرا للتعليق ديالكم الطيبة و الدعم ديالكم المستمر يلا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبرتاج مع الأهل و الأصدقاء باش تعمل فائدة و السيدات لي أول مرة كالتحقوا بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا يلا عجبكم المحتوى دعموني بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعال